دايماً بقول إن التجميل مش دلع ومش من حق حد يحلل ويحرم غير ما يعرف ظروف الناس في ناس مشاكلها حقيقة كبيرة يعني مثلاً في ناس بيتعرضوا المشكلة في العصب السابع وبيأثر على شكل وشهم وبيحصل ارتخاء في عضلات الوش وبتعوج وبتتغير ملامحهم تماماً صداع وحكاية طويلة هنا يعني ما نفعش بقى نرجع نحكم عليهم بنفس الطريقة ونقول لأ وإيه اللي بيعملوه دا لأ دي حالة دا تعبانين بيكون فيه هنا جراح متخصص جراح مخ وعصاب بيدخل بيعالج الحالة دي النهاردة حيكون معانا دكتور باهر متحة لبيب استشاري جراحة المخ والعصاب زيك يا دكتور ربنا يخليك دكتور حالات العصب السابع بتبقى بتدايق قوي الناس وحالة نفسية بتبقى صعبة جدا ممكن لأول قبل ما نشوف ترى العلاج تقولي الأسباب بتبقى ايه؟ بسوح حدريك فيه أسباب كتيرة قوي من أول يحصل التهاب واحد ياخد برد يكون فاتح شباك العربية وياخد برد جامد حد يكون يعمل عملية ورم حوالين منطقة العصب السابع ممكن يحصل فيه إصابة كسور قاة جمجمة برضو أمراض كتير بقى بتيجي التهابات حاجات بقى أمراض بتيجي في الأعصاب نفسها طيب وحضرتك بتحدد بقى العلاج بتعمل العلاج ازاي؟ يعني اشرح لنا كده ببساطة العملية بتكون ازاي؟ ببساطة شديدة لو هو التهاب بيجرب الأول علاج لمدة فترة معينة شهر اثنين تلاتة ستة بيبان بويدر تحسن بنعمل له رأس مع عصب فيه تحسن ميشي مفيش تحسن أو زيرو بنفكر في عمليات نمرة اثنين لهو كسور قاة جمجمة ده بعارفين من الأول لو الإصابة كاملة يعني العصب بتحركش خالص برضو بنتديله فرصة حبة صغيرين شهر حالي زي كده بنتديله أدوية بياخد أدوية بيعمل عليك طبيعي تمام منفاش بنعمل تدخل جراحي بالزبط ممكن تشرح لتدخل الجراحي ببساطة الجرح منين يعني إحنا عشان إحنا برنامجنا عن التجميل مهتمين بالنحية الجمالية شوية الجرح الأول بقى جرح تجميل عشان ميبانش بقى قدام الويدن ورجع وراء الويدن شوية زي شد الوش كده بالزبط زي جرح شد الوش تقريبا تمام الجرح بيبقى من قدام الويدن تحت الويدن ووراء الويدن وينزل هنا طبعا عملت دي كلها بالمايكروسكوب ببنجا كم؟ بنجا كوني تمام بنجيب عصب اللسين يعني بناخد منه لها طبعا مليون طريقة ياما ناخده كله ياما ناخد جزء منه ياما بنزرع بناخد رؤعة ونوصلها ما بين الاتنين عصب حسب احنا بنعمل ايه هالعملية شلال كامل فبنتطر ان احنا ننقل عصب نفسه او نصه للعصب السابع اللي هو في الحتة دي او بنوصل رؤعة بحيث تدينه تقوية وبعدين بنقفل عملية بتاخد ساعة ساعتين ممكن تلاتة حسب بتبقى النتيج بيبتدي او بيحس بانتباد دي بنقول من اول تلات شهور ست شهور ابتوا سنة سنتين كمان كل ده كل مريد وليه نسبة تحسن غير التاني اللي سنه صغير الطفل اللي سنه كبير اللي عنده سكر اللي بقاله فترة طويلة عدى 18 شهر من الاصابة هل العضلات حصل فيها تلايف ولا لا لو ما كانش بعد كامل نعمل نقل عضلات ممكن بناخد عضلة من الرجل من الفخت بالشريين بالوليد بالعصب بتاعها ونزرعها بحيث الواحد يرجع يبتسم او يرفع حالبو ده ده الموضوع كبير يعني عدى نتاك عيلة بس انا اللي فهمتو ان حضرتك كمان متخصص في نقل الاعصاب مش بس مش بس الوش طب ممكن تشرح لي كده يعني ايه نقل الاعصاب وايه الحالات اللي بيتحتاج لكده بس يحضر لكم انا الدكتورة بتاعتي اول دكتورة في مصر جراحة اعصاب في نقل الاعصاب او لايه البريك البلكس اللي هي الضفيرة العصابية اللي هي طالع من الرقبة من النخيع الشوكي بتغزي دراع فلو المريض حصل له حادثة كسر طال انيري سكينة المهم من العصب هو طالع من النخيع الشوكي اتقطع وحصل في اصابة جديدة طبا احدث حاجة على مستوى العالم نقل العصب عشان بس الناس تفهم نقل العصب ده مش زي نقل الكيلة او زرع الكيلة بياخده من مريض تاني عشان مرة جالي حد لا من جسمه لجسمه برضو مرة جالي حد سولي يعني بدون نعطي الكلام قال لي ممكن ياخد العصب مني فعادت اقول له لا مش كده تمام فسيمبلي اه بناخد اعصاب الدلوع راح لدينا اتناشر اتناشر لكل دراع لكل جزء جزء بناخد تلاتة معينين ننقلهم العصب اللي بيخلي دراعي ملكده اه وعملية تاني في الرقبة عشان ندراعي ملكده او يقدر يحركه طبعا ننقل كاف في الايد حسب هو الاول متأثر ولا لا لو متأثر بنعمل عملية عشان الاحساس يرجع بعدين قدام شوية ممكن ناخد عذرة من الرجل ننقلها عشان دراعي عشان نكفح لا مش الله عليك يا دكتور ده موضوع كبير وعميق طب لو احنا نتكلم من ناحية التجميل فيه ستات بتعمل شد وش مثلا او رفع الجفون وبيحصل بعد شد وش لناحية تلاقيها عواجة سنة دي بتجيلك ولا بترجع لدكتور الجراح بدون غليهم بيرجعوا لجراح التجميل تاني يعني طالما العصب شغالي هو بيعالج العصب؟ لا لو ما حصلش اصابة في العصب لو حصل اصابة بيجنة لكن لو ما حصلش لو في اصابة في العصب بتفتح تاني لا حسب بقى لو هي حاجة بسيطة المريد بيتحسن لوحده يعني مش الحالة دي حصل فيها ايه لان الجرايد كلها وكل السوشيال ميديا تكلمت عن الحالة دي ممكن تشرح لي ايه اللي حصل؟ دي ببساطة بنت مولودة عندها عيب في تكوين الاعصاب حاجة اسمها ميلومنجوسيل اللي هو كيس في الضهر بيبقى تكوين الاعصاب مش مزبوط وبالتالي عندها ضعف في النص التحتيني الرجلتين والتحكم في البول يعني الجزء اللي تحت النص تحتين حسب درجة الضعف في ناس بيتولدوا عندها ضعف كامل او ضعف جزئي دي كان عندها ضعف جزئي يعني بتحرق ببسيط ايه مولودة كده وزا واملت عمليت كيس وقفلته وفضل عندها الضعف طبعا احدث حاجة يعني برده مفيش حد بيعمل الكلام ده غير انك تنقل نفس وعصاب الدلوع دي للرجلين من ورا بقى من قدام فانت بتشوف ايه اللي نقص للمريد بيحرك حركة بسيطة فانت بتديله عصاب تقوي الحود والركب يعني حضرتك خد عصاب دلوع من ورا وروحت زراعهم نقلهم للرجلين طب وازاي العصاب بعد ما بيتشال يعني طبعا احنا مع احترام الشديد للعلم والطب عادي ان العصاب بيتشال بمكان ويتحطى بمكان يشتغل بنفس وانت عندك اتناشر وعندك اتناشر فانت بتمشي يعني مثلا بتخدي طول قد كده بتحولي مساره يعني عندك بلوك يعني كده في بلوك بتبايباس بتعديه بتخطي البلوك كأن الشارع مقفول اه بتفتح ومشيتي من مشيتي من من جاب الحالة دي كانت اول حالة تتعبل في مصر اه والبنت مشيت البنت بتلت تتحسب بعد حوالي شعر او ثلاث قسابيع ومش ده العادي طبعا الاطفال اللي نتاج فيهم هيلة ابتلت تحس ابتلت تحس با مكن ماكتش بتحس بيها ابتلت بتقول ان رجلها بتحرك سنة زيادة وهي اللي قالت وهي اللي تشافت شفت تتحسن اه طبعا النتاج عادة تاخد سنة عشان تبدأ تبين ست شهور برضو في فاريشن او كل مريض حسب ولكن في الاخر ممكن مريض اللي بيتشيل بربع افراد يقدر يقف يقدر يسلب طوله يقدر يمشي بمشاية يتحسن يقدر وده بالنسباله لو تحسن واحد في المية ده بالنسباله حلم طبعا طبعا بعد ما كان قاعد وبتحركش خالص طب قل لي يا دكتر ايه اصعب او اكتر حالة قبلتك غريبة جدا ويعني مبهرة بيش حاجة معينة بس في حالات ندرة بتيجي انا لو بنتكلم عن حاجة ملاش علاقة بالاعصاب حالات الندرة اللي هو ممكن مثلا واحد كان مركب مرة شراحه مسامير في رقابته بعدين دخل الاي سيو العناية دايخ زي الجلطة بعدين عمله اشاعات مش بين فيها حاجة غير حاجة مثل فاتضح بعد كده ما عملنا له اشاعات ان شراحه المسامير العمود مع الوقت اللي هو بيربط المسامير ببعض كسر العض ودخل جوا بوخه او المخيخ بمعنى اصح كانوا اللي عمله ضغ وعملنا اللي عملية امشي لنورة واحدين يوم دي حاجة بيري رير ندر اه اه لا يا دكتور انت بتشوف حدد نعرضها المرة الجاية قوي نعرضها المرة الجاية طيب بالنسبة للستات يعني عشان السؤال ده لما احنا قلنا ان حضرتك جاي معنا النهاردة في ستات كتير سألونا ناس اللي بتمسك التليفون كتير وبتحرك ايديها حركة معينة كتير بيحسوا ان بتنميل هنا لغاية هنا انا شخصين واحدة بالستات دي بتعب جدا ده بيبقى سببها ايه وحلها ايه طبعا العصب دايما بيعدي في الاماكن حوالين مفاصل بمعنى عند الكوع في واحد هنا عند المفصل هنا وكتر استعمال الايد في الكتابة في السندة على المكتب يعني الكوع لو بيسند شوية تلاقي ايدك بتنمل في السرير نفس الكلام طبعا على قد ما نقدر بنقلل من الكلام ده مستحيل نمنع بس على قد ناخد بالنا ان ده سبب ما نفضلش عاديين فترة طويلة على الكوع زي اللي بيقعد على الكورسي فترة طويلة نفس القصة يعني اصدق انه طب ماشي هو حلها ان احنا نقلل بس لو فرضنا ان هي بقى مش عارفة تقلل وان هي مستمرة دي بتعملها جراحة انا فهمت ان لو فضلنا كده ان لو فضلنا كده تصحي من نوم بالليل نام رسم عصب لو مخنوق درجة معينة بيتعمل له عملية بيتعمل له عملية ايه تسليك تسليك للعصب وانا بعملها بالمنزور حاليا ازاي بيا دكتور شرحلك يعني بدلا ما الفتحة بتبقى 3-4 سنتي هي سنتي هنا مثلا وفي نفس الوقت هنا العصب ده بدلا ما هي 16 سنتي و15 سنتي بتبقى راوند سنتي نفس الكلام تدخل بس بنا اي عصب مخنوق او مضغوط عليه حواليا اي مفصل بنعملها بالمنزور دلوقتي طيب هو دكاترة المخ والاعصاب بيبقى لهم تخصصات برضو يا دكتور اه يعني حضرتك تخصص حاجة اسمها اصاب سبيشياليتي تمام بس كل واحد بقى يعني متميز في ايه بس هو تميز مش مجرد من الدراسة او خلفية بتاعته مش متميز كده متميز بالدراسة برضو بياخد شاهدات بياخد ترينيج بياخد حاجة مثلا هو حبيبها وحب يكمل فيها مجال الاطفال مجال الشرايين وحضرتك اكتر حاجة بتحب تشتغل فيها اين وبصراحة انا تعلمت حاجات كثير بس اكتر حاجة بتشتغلها يعني الاعصابة الطرفية طبعا دي حاجة بقيت بحبها جدا الاطفال السرع 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 الدماغي يعني بيتعمل له عمليات بيتركب له جهاز بيوقف ان او بيدي او بيقللها في عمليات للسرع بالزيت في عمليات قبل الولادة بتتعمل في عمليات عوجاجة العمود الفقري في منازير العمود فقري في استقصال اورام الموخة عن طريل حاجب في عن طريل امف بالمنزار كل ده حضرتك بتعمل ما شاء الله عليك يا دكتور يعني انا بحب كل شوية اسافر اتعلم معاملية جديدة طب جاتلك اي حالة لو ان احنا برضو عن التجميل جاتلك اي حاجة حالة نتيجة جراح التجميل اي حاجة حصلت نتيجة جراح التجميل عشان نرليت ونحذر الناس مثلا يتعاملوا ازاي يعملوا ايه انتمر عميق في وشها وجارها العصب السابع بزي جات بعد اسبوع كان فيه وشها ويرم طبعا علاج اسبوع اثنين ثلاثة خفت انت عارف يا دكتور ان فيه ناس كانوا بيعملوا خيوت في الوش هو غالبا يعني اللي فهمتوا ان العصب السابع ده بيبقى اساسا موجود او عندنا استعداد عالي ليه مع اي لمسة بيجي او لا اه لا فيه ناس تبقى فتح الشباكة العربية او تتعرض من سخن السائع او من العكس يجي العصب السابع وكرروا وهي قابلية طبعا اللي عنده سكر اللي عنده يعني مفيشش فاكتور مية في المية نقدر نقول عليها الساب كلام جميل ومهم عن الاعصاب ولو عندك اي سؤال لدكتور باهر الصفحة بتاعته هتكون موجودة اهي صفحة دكتور باهر لبيب هو بيرد على كل الاسئلة نورتنا يا دكتور باهر برسي 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 جدا شكرا جزيلا دي كانت اخر فقرة النهاردة في حلقتنا خليكم معنا كل يوم خميس الساعة خمسة كنت معكم مونة ابو الصعود